مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأخيرا انخفضت ضغط الجوي بحوض البحر المتوسط إذن بداية من ليلة اليوم بحول الله ستلتحق الأمطار تدريجيا على السواحل الغربية الوسطى ثم الشرقية إذن بالنسبة لصبيحة الغد الأمطار ستكون في الموعد بإذن الله على كل المناطق السحلية وحتى بالنسبة للمناطق الداخلية مصلحة الأرصاد الجوية تنبه من تساقط أمطار راديا معتبرة على سواحل انطلاقا من مستغانم إلى غاية العاصمة بداية من صبيحة الغد ثم سواحل الشرقية بعد الظهيرة بإذن الله هذه الأمطار ستكون أحيانا مرفوقة بتساقط لحبات البرد يجب أخطى الحيطة والحذر الرياح ستكون قوية نسبيا نحو سواحل الغربية بالنسبة لأقصى المناطق الغربية ستشهد أمطار راديا تكون على فترات وأقل حدة مقارنة بسواحل الوسطى والشرقية بالنسبة للهضاب الوسطى ومنطقة الأوراس هي الأخرى ستشهد بعض الأمطار على فترات لكن نتيجة لتسرب الهواء البارد بحول الله ستتساقط أولى تولوج خلال أواخر يوم الغد بحول الله على القمم الوسطى والشرقية التي يفوق علوها 1400 متر بالنسبة لشمال الصحراء ومنطقة الواحات هي الأخرى سينتقل إليها هذا الاتراب الجوي محليا يكون مرفوق بصحب سفلة عابرة احتمالا تكون هناك بعض الأمطار المحلية صفاء تم على الجنوب الغربي وأجواء مغاشات بالصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب مع تطير للرمال محليا الحرارة الدنيا خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد تكون باردة مقيس ما بين 5 إلى 8 درجات بالمناطق الداخلية 9 درجات بعنابة والطرف 13 بالعاصمة 15 بوهران 12 بتنمسان جنوبا 9 درجات فقط ببشار بإليزي وكذلك جانات 10 درجات بغردايا وتمن راس وترتفع إلى 16 ببرج برج مختار خلال ظاهرة الغد تراجع محسوس في درجات الحرارة وهذا على كل المناطق الشمالية إذن ستكون باردة بمرتفعات البيت سعيدة تيارة حيث لن تتعدى 10 درجات 15 بتزي وزو وقسنطينة 16 بالعاصمة 19 بعنابة والطرف 20 درجة بمستغنا بوهران وتنمسان جنوبا مقيس ما بين 23 إلى 25 درجة بالجنوب الغربي لغاية الصحراء الوسطى 24 درجة بغردايا وتمن راس 21 درجة فقط بإليزي وتقرب 29 درجة ببرج برج مختار أما للملاحة والصيد البحري يوم الغد البحر سيكون مضطرب وهذا على كل سواحل رياح ضعيفة إلى قوية نسبيا نحو السواحل الوسطى والغربية تتنى غربية تماما بسواحل الغربية والشمالية تماما بسواحل الوسطى والشرقية نطوي هذه الصفحة الجوية كالعادة بوقت شروق الشمس لصباحة الغد على مسور العاصمة سيكون في حدود 44 دقيقة بعد السابعة صباحا والغروب في حدود الخامسة بسان و32 دقيقة دائما تبقى عنوين مسحة الأرصاد الجوية في الخدمة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء